كأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 سنة الجزائر 2023 هقولك على الملاعب المستضيفة موعد البطولة نظام التأهل في هذه البطولة والمجموعات كل شيء يخص بطولة كأس أمم أفريقيا للناشئين اللي هتستضيفها الجزائر الشقيقة 2023 السلام عليكم ورحمة الله في بداية الفيديو حابب أقول لحضراتكم أتمنى عمل لايك للفيديو لأن اللايك مهم جدا لانتشار الحلقات كأس الأمم الأفريقية هذه المرة هتستضيفها الجزائر في الفترة من 29 أبريل 2023 وحتى 19 مايو 2023 الملاعب المستضيفة لهذه البطولة ثلاث ملاعب نيلسون مندلة براقي سابقا بالعاصمة الجزائر الشهيد حملاوي في قسطنطينة و19 مايو 1956 بعنابة دولة ثلاث ملاعب اللي هتستضيف الجزائر فيهم مباريات كأس أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة أول مرة تضم هذه البطولة 12 منتخب تقسموا لتلات مجموعات المجموعة الأولى اللي هتكون مبارياتها في نيلسون مندلة الجزائر والسنغال والكونغو والصومال المجموعة الأولى مجموعة قوية فيها منتخبات عريقة بتضم المجموعة الأولى وهتتلعب مبارياتها على نيلسون مندلة في العاصمة الجزائرية الجزائر والسنغال والكونغو والصومال أما المجموعة الثانية اللي تعتبر من أقوى المجموعات في هذه البطولة بتضم نيجيريا وزامبيا والمغرب وجنوب أفريقيا مبارياتها تتلعب على ملعب الشهيد حملاوي بالقسنطيرة المجموعة دي بيعتبرها المتابعون هي أقوى مجموعة في الثلاث مجموعات لما تضم من منتخبات أيضا قوية وعريقة نيجيريا زامبيا المغرب جنوب أفريقيا أما المجموعة الثالثة اللي هتتلعب مبارياتها في عنابة في ملعب 19 مايو المجموعة الثالثة اللي بتضم الكاميرون ومالي وجنوب السودان وبوركينا فاسو مجموعة أيضا قوية فيها منتخبات في منطقة القوة الكاميرون ومالي وجنوب السودان وبوركينا فاسو وهتتلعب مبارياتها في 19 مايو أو ملعب 19 مايو بعناب نظام التأهل في هذه المجموعات هياخدوا أول وتاني يتأهل أول وتاني كل مجموعة إلى دور ربع النهاية يبقى تأهل ست منتخبات وهناخد أفضل منتخبين حصلوا على نقاط في المركز التالت ليكون العدد 8 منتخبات يمثلوا ربع نهاية كأس أمم أفريقيا للناشئين يبقى أول وتاني كل مجموعة وأفضل اتنين في المركز التالت عايز أقولك أن هذه البطولة مؤهلة لكأس العالم للناشئين تحت 17 سنة الأربعة اللي هيروحوا للمربع الزهبي هيروحوا إلى كأس العالم للناشئين نروح بقى لجدول مباريات البطولة البطولة هتبتدي يوم 29 أبريل مباراة الافتتاحة تكون ما بين الجزائر والصومال الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي بعدين يوم 30 أبريل 2023 عندنا 3 مباريات السنغال والكونغو الساعة 2 مساء نيجيريا والزنبيا الساعة 5 مساء المغرب وجنوب أفريقيا الساعة 8 مساء بعدين يوم 2 مايو 2023 عندنا مبارتين الجزائر ضد السنغال الساعة 5 مساء والكونغو ضد الصومال الساعة 8 مساء ويوم 3 أو 3 مايو عندنا مبارتين نيجيريا ضد المغرب ساعة 5 مساء وجنوب أفريقيا ضد الزنبيا ساعة 8 مساء وعندنا يوم 5 مايو أو 5 خمسة 2023 مباراتين الكنغو ضد الجزائر ساعة 8 مساء والصومال ضد السنغال الساعة 8 مساء ويوم 6 مايو 2023 آخر مباريات المجموعات جنوب أفريقيا ضد نيجيريا الساعة 5 الساعة 8 مساء وزنبيا ضد المغرب الساعة 8 مساء أما المشوار حتى النهاية يعني مين هيلعب مين في ربع النهاية عايز أقول لك في ربع النهاية أربع مباريات المباراة الأولى هتكون أول المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية أو الثالثة يوم 10 مايو المباراة الثانية في ربع النهاية ثاني المجموعة الثانية مع الثاني المجموعة الثالثة يوم 11 مايو المباراة الثالثة هتكون أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى يوم 10 مايو المباراة الرابعة اول المجموعة التالتة مع تالت الاولى او التانية يوم 11 مايو نص في النهاية هيكون يوم 14 مايو والنهاية هيكون يوم 18 مايو ده بالنسبة لكل ما يخص كأس الامم الافريقية لللاعبين الناشئين تحت 17 سنة بالجزائر كل التمانيات للجزائر بتنظيم بطولة مميزة ومنتخباتنا العربية المشاركة اكتب رأيك في التعليقات ما تنساش لايك للفيديو واشتراك في القناة شير في كل مكان وهنتابع معكم كل الاحداث سيزي البطولة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته